كيف حاكوا شباب معكم الله اسمدد اوفاس و جاكو ماك تدديد واليوم اقطعنا تحميل ماب كمبيوتر في مينكرافت او بي سي في مينكرافت هذا الكمبيوتر يشتغل بالريدستون وتقد تستخدمه كاله حاسبة يعني الاله حاسبة تشتغل في مينكرافت وكمان تقد تسوي كثير اشياء بي وتكتب اشياء ومره خطير يعني ما يحتاج تحمل اي مود اي شي يعني بس يحتاج تحمل الماب واشتغل على طول عشان يشتغل بالريدستون وزي كذا طبعا شوي شوي مع تطورات الريدستون اللي دحين في مينكرافت يعني شوي شوي نقرد نسوي مينكرافت في مينكرافت طبعا هذا مرة شي يخطير يعني تخيلوا نلعب في مينكرافت في مينكرافت يعني ما هادري كيف لكن هذي ممكن تصير يعني قريبا لو تطورنا في الريدستون يعني فدحين بعدكم كيف تستخدمه هذا الكمبيوتر في مينكرافت اوكي فدحين احنا على سطح الكمبيوتر او البي سي فزي ما تشايفين هنا مثلاً هذا حق اللامس اللي هو تلمس بيدك يتحرك الماوس وزي كذا وهنا عند الكيبورد طبعاً الكيبورد كله حقيقي وكله حروف يعني في موجودة والأرقام موجودة وهنا في زائد ويساوي اللي هو equal وزي كذا وفي هنا زر انتر وكثير أزرار مرة كلها تشتغل فدحين بعليكم كأول شي كيف تكتبوا بل كانوا يعني كتابة يعني في مانكرافت فخلينا نقوم مثلاً لما نكتب last muted اللي هو اسم قناتي هنا باليعني بالانجليزي فمثلاً نجي عند حرف ال L اللي هو last بالحرف ال L يعني نوقف عليه كذا بس نوقف عليه فياخد ممكن خمس ثوان تقريباً يطلع الحرف فدحين زي ما تشافين كذا شوي شوي يطلع الحرف أوكي حرف ال L أوكي يطلع حرف ال L فالمهم دحين نجي على حرف البعده اللي هو حرف ال A طبعاً لو كان عندكم جهاز أقوى يعني من جهازي يكون شوي أسرع من كذا لكن جهازي اللايعين يعني مدري كيف حستحمل فدحين مثل حرف ال A تكتب فدحين زي ما انت شايفين حيكتب لها حرف ال A أوكي يكتب حرف ال A فدحين يخليهم بسرعة اكتب last mode وطبعاً لو غلطت مثلاً كتبته حرف غلط تيقل تكتبه backspace اللي هو تكتبه هذا الجزر يعني يرجع حرفه على ورا فتيقل صحح وغلط قم يعني أوكي دحين بيقل حرف الأخير last mode باقي واحدة خلاص باقي دي أخيرة باقي دي الأخير اللي حنت تطلع لكن جهازي مدري اش أوكي يطلع فدحين كتبنا last mode في مينكرافت وطبعاً دحين مثلاً لو تبتكتب في سطر جديد تيقل تروح عند هذا الزر اللي هو انتر عشان تنزلوه سطر ثاني تضغط هذا الزر فزي ما تشايفين دحين سر تكتب في السطر اللي بعده يعني فدحين هذا مرة شي خرافي ففي هذا الكمبيوتر فيه كل شي تقريباً في تيقل تسوي ألحاث با تيقل تسوي مثلاً تكتب أمر في مينكرافت فمرة فيه كثير أشياء لكن أبغاكم أنتو تكتشفوها بنفسكم لكن أحياناً لو استخدمتوا هذا العالم وكتشفت فيه مشاكل يعني معناته إنه تحديثكم يكون يعني جديد لأنه هذا العالم أصلاً تسوي لتحديث ممكن 1.6 يعني مرة قديم فلكن ما علينا المهم فمرة هذي كمبيوتر الخرافي في مينكرافت زي ما انتشافين هذا كان يوز بي دحين يعني مركب ومرة دحين يعني هذا منورة أخلي أوريكم منورة كيف شكله هي علامة حق الشركة اللي اسمها LG فالعريفة يكتب تحت في التحقيقات اللي معرفة المهم ما فرقت فهذا كان كل شيء إن شاء الله أجلكم الحلقة لا تسليب سعركم من شير وموجود رابط تحميل العالم فبرسبينكم هنا جنب الكمبيوتر تقريباً آخر شيء بقولكم هو لو مثلاً كتبتم كثير أشياء هنا وتبعت تمسحوها مو لم تمسحوها نقطة نقطة يعني بالهذا الزر تقل مثلاً تيجوا هنا وتطف الكمبيوتر على طول هذا اللي زر اللي يفتح الكمبيوتر ويقفله فهذا حين أنا خلت مقفل لما تضغط توقف عليه يعني يشغل الكمبيوتر من جديد فهذا كان كل شيء ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر